نسبة لقضية وتحفظات الكثيرين على إعادة تدوير نفس الأسماء الحاضرة من يتحمل المسؤولية فعلا؟ هل هي المدخلات الليبية كما أشرت؟ أم ربما أيضا بعثة الأمم المتحدة مهدت لهذه المدخلات ولهذه المخرجات الآن؟ لا شك البعثة تتحمل المسؤولية في عملية اختيار الألية والطريقة الترشح بشكل أو بآخر ولكن لا نحمل الآخر دائما مسؤولية الإخفاق المجتمع الليبي أو النخبة الليبية الليبيين يتحمل المسؤولية الرئيسية لأن حالة عملية عدم الترشح أو عدم وجود شخصيات تحمل الكفاءة وتحمل الإرادة بشكل كبير جدا وهي موجودة في المجتمع الليبي ولكن نظرا للاستحواذ زيما قلت في الجزء الأول الاستحواذ هؤلاء الساسة على المال وعلى الإعلام وعلى المكينة التي تروج لهم بحيث استطاعوا أن يصلوا إلى ملتقى الحوار الآن ويقدموا الترشح أصبحت لديهم لبيات من الفساد ولبيات من المصالح السياسية والاقتصادية وهم مستحودين على المشهد الليبي والشخصيات دول كفاءة الآن لا يستطيع الزج بنفسه ولن يحصل على شيء إن صح التعبير حتى من داخل أعضاء الملتقى حتى من الأشتراطات هناك تزكية من شخصيهم لن يتحصل الأشخاص دول كفاءة فأعتقد مع احترامي له هناك بعض الأسماء حقيقة من المترشحين ولكن لا توجد مشروع وإرادة حقيقية التي تحمل المسؤولية أنا أقولها البعض تتحمل الجزء الكبير والأساسي لشك فيه عملية الفوضى التي عشناها خلال عشر سنوات فبالتالي خلال العشر سنوات هما استحود مجموعة من الذين استحود على السلطة على المال على السلاح على المنابر الإعلامية فبالتالي هما نفسهم قاعدين في العشر سنوات هما يدوروا بنفسهم بشكل أو بآخر يعني يغيب شخص يطلع شخص آخر هو يحل محل الشخص بالإشارة للفوضى وما توقفت عنده تخفز هنا قضية الميليشيات الذي نزل بعضها للشارع اليوم في طرابلس وعبر عن رفضه للتعاطي مع أي مخرجات للحوار السياسي في جنيف والتعاطي مع أي أجسام انتقالية تنبثق عنه هل من الواضح بقراءته كيف بالإمكان تحصين هذه المخرجات كيف بالإمكان تحصين هذه الحكومة الانتقالية التي ستنضي إلى ممارسة أعمالها والتحضير وصولها للانتخابات المنتظرة حالة الرفض موجودة من اليوم لدى المجتمع الليبي لدى الكتائب المسلحة والميليشيات المسلحة لديها قوة السلاح ولديها مشروع سياسي أكيد مما لا شك فيه لأنها عبارة عن واجهة لشخصيات سياسية موجودة في المشهد ربما غير موجودة في الحوار السياسي الآن مما لا شك هذه الفوضى التي بخلقها تعيق مشروع أي حكومة أو مجلس رئاسي قادم مثل ما حدث في الصغيرات ومبطقة حكومة الوفاق وفايل السراج من أول يوم شهدنا فيه وصول الفايل السراج والمجموعة في المجلس الرئاسي لطرابلس جهدنا عملية إطلاق النار وعملية الرفض من بعض الكتائب الموجودة في طرابلس وبالتالي لم يقدم شيء فايز السراج والمجلس الرئاسي وأصبح الفساد هو اللي سمن الموسوم بها فايز السراج ومرحلة الوفاق فهي نفس المرحلة حنعيشوها وإذا كان هناك رفض وهناك رفض الآن مسلح موجود في الشارع الآن فأعتقد أن حتى ولو تم رفضها بفرض هذه الحكومة وهذا المجلس الرئاسي بقوة المجموعة الدولية والمجلس الآمن فسوف يكون هناك مد جزر على الساحة الليبية على الأرض الليبية سوف يكون هناك اقتتال بين الفينة والأخرى سوف نعيش مثل ما قلت لك في الجزية الأولى حالة من الفوضى وحالة من عدم الاستقرار لن تأتي بجديد سوف يكون هناك معاناة تضاف على المعاناة الموجودة لدى الأسرة الليبية لدى المواطن الليبي جميل